كلنا بنحلم ان احنا نسافر دولة من دول الاتحاد الاوروبي او بشكل عام نسافر اوروبا ولكن احنا مش لقيين الفرصة اللي احنا نقدر من خلالها نسافر لاي دولة من دول الاتحاد الاوروبي. وحتى لو لقينا الفرصة بنلاقي الفرصة اللي بتكون مموالة جزئية. ولكن انا في الفيديو ده هشرح لك طريقة التقديم اللي من خلالها هتقدر تسافر الى دولة من دول الاتحاد الاوروبي وكمان تسافر بشكل مجاني. علشان كده لازم تتابع معي الفيديو ده النهاردة. ولكن الاول انا حابب اذكر اسماء الناس اللي فازت معنا في مسابقة قناة دكتور المنح اللي عملناها بمنسبة السنة الجديدة. طبعا دي كانت المسابقة التالتة اللي تقدمها قناة دكتور المنح. ده غير المسابقت اللي احنا بنعملها على قناة التليجرام الخاصة بنا. ودي مش هتكون المسابقة الاخيرة. ولكن هيكون فيه مسابقات تانية كتير. وزي ما هتقوم ان هيكون فيه مسابقة تاني للتقديم مجانا على منحة الحكومة التركية ومنح الحكومة الروسية. بالنسبة للناس اللي فازت معنا في المسابقة دي كان في المركز الاول عمر محمد والمركز التاني احمد محمد طه وفي المركز التالت اسامة عادل وفي المركز الرابع صفاء صفاء دول على حسب الاسماء اللي كانت موجودة على الفيسبوك انا ذكرتها بوزة. يلا بينا نروح دلوقتي لللابتوب بتاعنا ونشوف شرح طريق التقديم على فرصة تدريب مجانية ومموالب الكامل في احدى اعظم الدول الاوروبية وهي دولة بلجيكا فرصة مموالب الكامل هنشوف مع بعض التفاصيل ومميزات وشرح طريق التقديم يلا بينا نروح على اللبتوب. اهلا بكم يا جماعة وكالعادة والمعتاد معكم ماريو جميل وانت برضو بتشوف الفيديو ده برضو على قناة دكتور المنح. هنيجي ننزل مع بعض هنا لتفاصيل الفرصة بتاعتنا. الدولة المستضيفة هي بلجيكا ودي احدى دول الاتحاد الاوروبي. والجهة المناحة للفرصة دي هي مفاوضية الاتحاد الاوروبي. مدة التدريب هتكون خمس شهور. واللي يقدر يقدم على الفرصة دي جميع الخرجين او الطلاب المسجلين بالدراسات العليا. اخر معادل التقديم على الفرصة دي هيكون واحد وتلاتين يناير عشرين واحد وعشرين. والتدريب بيبدأ مرحلتين في السنة. اول مرحلة بتكون من مارس الى يونيو. وفي مرحلة تانية بتكون من اكتوبر الى في السنة الجديدة عشرين اتنين وعشرين. طيب ايه هي مميزات التدريب ده? زي ما قلت لك ان الفرصة دي مجانية او ممالية بالكامل. هو بيغطي لك جميع تكاليف السفر كمان بيغطي لك تكاليف التأشيرة. بيوفر لك راتب شهري بيكون قدره الف متين وعشرين يورو. كمان انت بتكون عندك القدرة ان انت بتعمل في احدى هيئات الاتحاد الاوروبي. طبعا انت هتحصل على خطاب دعوة للزهاب الى دولة بلجيكا في اوروبا. ده طبعا بيسهل عليك حاجات كتير من ضمنهم ان انت تستخرج التأشيرة بتاعتك. كمان هنا هنينجي نشوف مع بعض ايه هو دور المتدرب او انت المفروض تعمل ايه? انت هتساعد في تنظيم الاجتماعات اللي هتاقت. كمان هتساعد في الامور الادارية. كمان هتساعد في اعداد تقارير العمل. وبالنسبة له الاسئلة الخاصة بالمواطنين في حالة ان انت هيخليك تتعامل مع مواطنين او موظفين انت هتكون مسئول عن الاسئلة دي. طبعا الحاجات دي كلها هم بيعلمها لك مش بتروح كده تبدأ وخلاص. هم بيدو لك فترة ان انت تدرب فيها. طيب ايه هي شروط التدريب ده? لازم يكون عندك خبرة في القضايا الاوروبية. كمان انت لازم تكون متقبل فكرة العمل في بيئات مختلفة لان انت مسلا في الدول الاوروبية في ثقافات مختلفة عداد تقاليد مختلفة. انت لازم تكون متقبل الحاجات دي. كمان انت تكون عندك النشاط والحيوية. يعني انت تكون عندك المقدرة ان انت تواكب العمل مع الناس طوال اليوم. كمان لازم يكون عندك مستوى في احدى اللغات التلاتة زي الانجليزية او الفرنسية او الالمانية. يكون عندك المستوى سي وان او سي تو. كمان لازم يكون عندك خبرة في مجال التطوع بشكل عام. طيب بعد كده هنا هو طبعا بيكون التعديم عبارة عن مراحل. فاول مرحلة اللي هو اللي احنا ونشرحه مع بعض. بعد كده هو هيكون طالب منك ان انت تقدم له بعض المستندات اللي بتثبت ان انت على ايجادة في اللغة الانجليزية. وكمان عندك شهادات تطوع او حاجة تثبت ان انت كنت متطوع. طيب ايه هي المستندات المطلوبة منك? اول حاجة اللي احنا نملأ مع بعض. هيكون مطلوب منك السيرة الزيتية اللي هو وهيكون مطلوب منك الخطاب التحفيزي اللي هو طيب تعالوا مع بعض دلوقتي ندخل على موقع الرسمي خاص بالمنحة. هنضغط هنا هيفتح معاك الموقع الرسمي خاص بالمنحة. طبعا هنا فتح معاك الموقع الرسمي الخاص بفرصة تدريب ده. هنا طبعا انت بتلاقيه يقول لك اللي انت المفروض تمشي عليه عشان خاطر تقدم على فرصة دي. طبعا اول حاجة انت بتعمل ريجستر وبتعمل اكاونت على الموقع الخاص بالاتحاد الاوروبي. وتاني مرحلة ان انت بتكمل وطالت مرحلة انت بتعمل بتاعك. تعال ان فيهم خطوة خطوة اول حاجة نعمل اكاونت جديد هنيجي نفتح الصفحة دي مع بعض الخاصة بالحساب الجديدة على موقع الاتحاد الاوروبي. طبعا انت بتيجي هنا بتضغط على بتكتب الايميل اللي انت عايز تسجل به او هنا اكاونت عشان تعمل حساب جديد تكتب اسمك اسمك الرابع والايميل وبتكتب الايميل هنا مرة تانية وبتدخل القود ده وبتعمل شكل مربع ده وبتعمل كريات انا اكاونت بتروح على البريد الالكتروني بتاعك بتلين بعد تقول لك لينك بتدخل على لينك كده وبتعمل تنشيط للحساب بتاعك. بعد كده انت بتعمل كلمة السر الخاصة بيك. وبتيجي هنا معي في الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. وبتيجي تنزل هنا تحت وبتضغط على هتيجي بعد كده تفتح معك الصفحة دي. دي طبعا انت هنا بتكتب اسمك الرابع وبعد كده اسمك انت هنا بتختار جندرزان زكرا من انسة. بتختار الجنسية بتاعتك بتكتب تاريخ ميلادك وهنا بتكتب مكان الميلاد ودولة الميلاد بعد كده بتضغط على مجرد ما بتضغط على هنا بيقول لك بتيجي هنا بتضغط على بعد كده بيفتح معك بتاعك. طبعا هنا بيدي لك شوية اسئلة في الاول. طبعا انت هنا بتيجي بتختار الاختيار الاول. بعد كده هنا بيقول لك بالنسبة للنجوش فانت بتختار اللغة الانجليزية. لو تعرف لغة فرنسية. لو انت مسلا من الجزائرة والمغربة وتونس او دولة بتتكلم لغة فرنسية. فانت ممكن تختار فرنش لو تعرف الالماني بتختار جيرمان. انا هنا اختار اللغة الانجليزية. بعد كده انا بيسألك شوية اسئلة. هنا بيقول لك هل انت خلصت مسلا الدراسة الجماعية بتاعتك? او خلصت على الاقل اول تلات سنين من الدراسة بتاعتك? فانت هنبتيجي مسلا تختار ياس لان دي من ضمن الشروط. بعد كده بيقول لك هل انت معاك اثبات ان انت عندك المستوى او في احدى اللغات التلاتة اللي بيستخدمها الاتحاد الاوروبي مسلا اللي هي الانجليزية او الفرنسية او الالمانية فانا هنا هاجي اختار ياس. بعد كده انا بيقول لك هل انت اشتغلت قبل كده تبع منظمة الاتحاد الاوروبي او لا. او لا اشتغلت بتختار ياس لو لا طبعا بتختارنه لان هم بيفضلوا الناس اللي هي ما عندهش خبرة او مش شغلتش قبل كده في حاجة تبع الاتحاد الاوروبي. بعد كده بتعمل شكة مربعة ده وبتضغط على اتنك. هنا فتح معك الابليكيشن اول حاجة طبعا في سوى طالب منك هنا ان انت تدخله بيانات عن عنوان بتاعك. تكتب له هنا اسم الشارع مسلا اللي انت عايش فيه. هنا الخاص بالمدينة اللي انت عايش فيها بتكتب له اسم المدينة وهنا الدولة وبتكتب رقم التليفون بتاعك. بعد كده هنا بتيجي في هنا بتدخل بيانات شخص من افراد عائلتك في حالة التهارة ممكن يتوصل معاك على سبيل المسال والدك او والدتك او اخوك ووقتك ايا كان تكتب بيانات عنه هنا اسمه الرابع اسمه هو العنوان بتاعه بتكتب اسم الشارع اللي عايش فيه. بعد كده بالنسبة ليه المدينة اللي عايش فيها وهنا اسم المدينة والدولة. ورقم تليفون والايميل الخاص بيه وبعد كده بتضغط على بعد كده بتدخل في الجزء التاني من بتاعنا وهو هنا بتكتب معلومات عن التعليم بتاعك. انت هنا التحقت مسلا بالجمعة من امتى لامتى? بعد كده هنا بيقول لك لو انت تتخرفت طبعا بتكتب له تاريخ التخرج. هل انت حصلت عيد احد اسم الجامعة هنا وهنا بتكتب له الدولة الانت كنت بتعلم فيها. هنا الف ترسة دي طبا بتختار انت كنت بتدرس ايه? بعد كده هنا بيقول لك لو انت عايز تكتب له الموضوع اللي انت كنت بتدرسه تبدأ تكتبه هنا بعد كده بتيجي بتضغط على بعد كده هنا بيقول لك لو انت كنت تعلمت في اي جهة تانية او لو انت بتتعلم مسلا حاليا بالنسبة للناس اللي بتدرس مسلا مصر دلوقت او دكتور او بتبدأ تدخل بيانات هنا بعد كده بتضغط على لو انت عندك حاجة زي دي لو ما عندكش بتسيبها فاضية بعد كده بتيجي انا في طبعا في جوزة الخاص ده طبعا لو انت كنت اتخرجت بدأت تشتغل في شركة ومكان معين تكتب له اسم الوظيفة اللي انت بتشتغل فيها وهنا الدولة اللي انت بتشتغل فيها وانت بدأت امتى الشغل بتاعك وانهايته امتى طبعا لو انت من ناحية الشغل خلاص انت بتسيب المكان دفاضي لو انت لسه مستمر في العمل بتاعت هنا بيقول لك انت نوع الوظيفة بتاعتك ايه ما تبعد الاجر ولا مجانية ولا هنا اللي هو هو عمل تطوعي اي امكان بتبدأ تختار بعد كده انا بيقول لك هنا بيقول لك اكتب له مسلا الف حرف لالف حرف دولار انت بتوصف له في يوم ايه هو النوع او وصف ليه شغل بتاعك وبعد كده بتضغط على سيف وبتيجي هنا في الجزء التالت في اللي هي اللغات الجزء الخاص باللانجوجز هنا هو هنا بيسألك وبقول لك بتاعك اللي هي اللغة الاساسية بتاعتك انا مسلا هنا اختار العربية. بعد كده هنا بيتيجي بيقول لك مثلا لو انت عندك لغات اخرى اللي هي بالنسبة لك بتختارها لو ما عندكش خلاص بتسيبها فاضية وهنا بيقول لك بعد كده هنا في هو هنا بيسألك ايه اللغات التانية بتتكلمها. مسلا انا ممكن اختار هنا اللغة الانجليزية على سبيل المثال. هنا بيقولك بالنسبة مستوية ايه فيه. فانا مسلا هنا اختار سي وان او سي تو انت طبعا بتختار على حسب والاختيار بتاعك. ولكن خلي بالك من شروط المنحة ان يكون المسابة بتاعك اقل حاجة سي وان يكون الاعلى حاجة اللي هي فبتبدأ انت هنا تختار المسابة بتاعك في اللغة دي. بعد ما بتخلص هو هنا بيقول لك طبعا بيقول لك تحدد له انت ازاي عندك معرفة باللغة دي. هل انت كنت بتتعلم باللغة دي? هل الدولة بتاعتك بتتكلم اللغة دي كلغة اولى او ثانية? هل انت معك اي شهادات تزبط ان انت بتتكلم اللغة دي زي طفلة. هل انت درست في الجامعة بتاعتك باللغة دي? بتبدأ هنا توضح له السبب اللي مخليك انت تتكلم اللغة دي. بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بالسكلز. الجزء الخاص بالسكلز هو هنا بيقول لك بالنسبة هو هنا بيقول لك انت عندك هنا اختيارات بتبدأ تفتح السام وبتختار ايه هي الحاجة اللي انت عندك بها خبرة او معرفة. بالنسبة بعد كده هنا بيقول لك هل انت يعني تحت المتوسط ولا انت متوسط ولا اللي هو انت في الحاجة دي او اللي هو اللي هو انت مسلا مصمم او حاجة زي كده. طبعا انت بتبدأ تختار الحاجة اللي انت عندك بها من هنا. وبتبدأ هنا تقول له بتاعك ايه? بعد كده بتضغط على سيف بتيجي في الجزء الخاص بالكومينيكيشنز اند اللي هي بالنسبة للمهارات التواصل والتنظيم. بتبدأ هنا انت بتقول له انت هنا بتبدأ توضح له ازاي انت عندك ازاي انت بتعرف تنظم مسلا مؤتمرات او باحترافية. تبدأ تكتب له انا بتوضح له الحاجات دي. طبعا هنا لو انت عندك اي حاجات نشرتها. بتبدأ تدخل له معلومات عن الحاجات اللي انت نشرتها وعدد الصفحات. والطيب انت نشرت كتاب ولا مقالة ولا ايا كانت الحاجة دي. بعد كده بتضغط على سيف وبتيجي في الجزء الاخير من وهو في الجزء الخاص بالموتيفيشن طبعا انت هنا بتيجي بتختار له مسلا التلات اختيارات دولة طبعا في الرغبة الاولى انت بتبدأ تقول له انت مهتم بايه لما تروح التدريب الخاص بالمخوضية الاوروبية في دولة بلجيكا. تبدأ تختار هنا الاختيار الاول اي ان كان اياه حسب رغبتك. هنا الاختيار التاني وهنا اختيار التالت. بعد كده احنا بيقول لك هنا بيقول لك اخبارنا انت ليه عايز تكون متدرب في الاتحاد الاوروبي. طبعا انت هنا بتكتب له انت ليه عايز تتضرب معهم. ايه الحاجات اللي اتميزك عن غيرك تخليك مقبول في التدريب ده. تدريب ده هيفيدك فيه في المستقبل. بعد كده انا بيقول لك انت مهتم به فانت هنا بتفتح السام تبدأ تختار له الحاجة اللي انت مهتم بيها. وطبعا انت هنا بتكتب له عن الحاجة اللي انت مهتم بيها مهتم ليه بيها. وايه اللي خلاك متميز فيه الحاجة دي. بعد كده بتضغط على بعد كده بتراجع بتاعك مرة واتنين وبعد ما خلاص بتراجع وكل حاجة تمام معك بتيجي انا بتضغط على بعد كده بتضغط على علشان خاطر تأكد بتاعك وبكده انا اكون خلصت لك شرح طريقة التديم على التدريب المقدم من المفاوضية الاوروبية علشان تتضرق في دولة اوروبا اتمنى ان شرحك انواضح بسيط لو لسه عندك اي سفسار او اي سؤال ممكن تسيبه في كومنتات واحنا هنرد عليه وياريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكراب واشتراك في كناة فعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص المنح وشكرا